تفاصيل كثيرة أغرقت المفاوضات بين حماس وإسرائيل حتى قبل أن تبدأ وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل هو العنوان الرئيسي الذي تحول إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية في إسرائيل خاصة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي لم يتوقف عن إضافة شروط أو التراجع عما تم التوافق عليه مسبقا وسط تصعيد ميداني كبير تسبب بمقتل عشرات الفلسطينيين ضفة إلى قيادات بارزة في كتائب القسام الذراع العسكري لحماس ورغم هذا التصعيد أكدت حماس تمسكها بالمفاوضات نافية ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن انسحابها منه وقال القيدي في الحركة عزة الرشق إن التصعيد الإسرائيلي من قبل نتنياهو وحكومته أحد أهداف قطع الطريق على التوصل الاتفاق يوقف الحرب وفي إشارة لحركة حماس نشر مستشار الرئيس الفلسطيني تغريدة على موقع إكس كتب فيها بأسة القيادة التي تعتبر أن سلامتها أو أهم من سلامة شعبها ترجمة نانسي قنقر بالنقاش والتحليل من القدس دبلوماسي السابق والمحلل السياسي مائير كهين من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عمرو الشوبكي المستشار في مركز الإهرام للدراسات السياسية أبدأ مع حضرتك شوبكي فيما يتعلق بمطالبة هنية للوسطاء بالضغط ما الذي بمقدور الوسطاء اليوم أن يضغط به وما شكل هذه الضغوطات التي تطالب بها مساء الخير أعتقد أن هناك مصارين لهذا الضغط هناك المصار الذي كان في الفترة السابقة والذي مارسه الوسطاء تجاه الطرفين من أجل الوصول إلى هدنة أو وقف إطلاق نار وأعتقد وتعصرت هذه الجهود كما هو معروف الآن الحقيقة الجانب الرئيسي الذي يجب أن يركز عليه الوسطاء والمجتمع الدولي هو قضية الشعب الفلسطيني نفسه قضية المدنيين قضية المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في الفترة السابقة كنا نستطيع أن نتحدث أننا أمام جيش نظامي وفصائل وحركة حماس تقوم بعمليات متكررة الآن قدرات حماس العسكرية أضعفت بدرجة كبيرة كما هو معلوم وكما هو واضح في نفس الوقت هذا لم ينعكس على وضع المدنيين في قطاع غزة لم يتحسن هذا الوضع بل استمرت المآسي الإنسانية كل يوم وبالتالي أنا أعتقد هناك كانت تحركات الدولية سواء لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية ترجمة نانسي قنقر